كل شيء زي ما قلنا الفوز 11 على التوالي قلنا كمان سجل النادي الاهلي بيواصل الهيفي سكور اللي بيحققها تفوق في كل شيء في أرقام المباراة المكسب كمان الأهم والأهم والأهم هو كهرباء الفولت النهاردة كان عالي ونزوله يستحق عليه رجل المباراة يمكن هو نزل في الدقيقة 59 يعني لعب 31 دقيقة بيسجل هدفين وبيصنع هدف احنا قلنا هنا قبل او لما كهرباء انضم في التحليل بتاع كهرباء قلنا ان كهرباء بيديك ميزة مهمة جدا وهي التهديف قدرات كهرباء التهديفية واستعرضنا أرقامه وقلنا ان كهرباء هدف هدف مسته ان هو بيتحرك بدون كرة بشكل مميز جدا جوة 18 يعني النهاردة اكتر تاني اكتر لعب عامل محاولات على المرمى بعد حسين الشحات بفضل تحركاته بدون كرة كهرباء احسن واحد بيتحرك بدون كرة في الحتة دي وهدف لو بستعرضنا أرقامه لقيل لعب 31 دقيقة مسجل هدفين وصنع هدف يعني مساهم في 3 اهدف من الخمسة في المباراة في نص ساعة لعبها تاني اكتر لعب عامل محاولات على المرمى في نص ساعة لعبها لعب 3 محاولات وال3 كانوا دخل منطقة الجزاء بنسبة دقة 100% يعني ال3 ما بين ال3 خشبات اهضر فرصة محقاقة واحد نسبة دقة تمريرات القصيرة 75% عدد التمريرات الطولية 2 نسبة دقة تمريرات الطولية 50% وارتكب خطأ واحد فكهرباء بالارقام دايما قلنا ان كهرباء مستو ان هو فعال مؤثر بتكسب جناح مهم جدا تحضير لمباراة النجم الساحلي انت محتاج واحد يلعب في جناح شمال خاصة ان رمضان صبحي ان شاء الله يلحق المباراة حتى لو لحق هياخد جزء من المباراة فانت محتاج واحد زي كهرباء يعني يفيدك في المركز ده لان كهرباء يعني فعال مؤثر زي ما شفنا بيجيب هدفين النهاردة وبيصنع هدف لعيد مؤثر وفعال وبتحرك بدون كرة بشكل مميز جدا ولعيد دولي مهم جدا مكسب كبير جدا اهم مكسب في المباراة النهاردة هو كهرباء رقم اثنين برضو من المكاسب